رياض مدارس الوطن العربي قسم الصف الثالث مادة التربية الإسلامية درسنا لهذا اليوم عن آداب اللعب لقد أباح لنا إسلامنا اللعب والترويح عن أنفسنا وحثنا على الألعاب المفيدة مثل السباحة وركوب الخيل وغيرها العديد العديد من الألعاب والآن دعونا ننتقل إلى مفهوم آداب اللعب بما أن إسلامنا أباح لنا اللعب فلا بد أن هناك آداب يجب الالتزام بها عند اللعب أولا عدم إزعاج الآخرين فلا يجب علي أثناء اللعب أن أصرخ وأوذي الآخرين بصوتي أو ألعب بممتلكات الآخرين وأعرضها للتلف ثانيا اختيار الوقت المناسب فيجب أن يكون وقت لعبي لا يتعارض مع صلاتي أو وقت دراستي وواجباتي يجب أن يكون في الوقت المناسب للعب ثالثا اختيار الصحبة الصالحة فيجب علي اختيار أصدقائي بشكل جيد حتى أكسب في أثناء لعبي رضا الله ولا أختار الصحبة السيئة التي تقودني للأعمال الخاطئة والقيام بما يغضب الله رابعا اختيار المكان المناسب للعب فيجب علي اللعب في الأماكن المخصصة للعب وعدم اللعب في أماكن جلوس الناس أو الشارع حتى لا أتعرض للأذى أو أزعج الآخرين والآن دعونا نتأمل الصورة أمامنا ونعبر عنها شفويا ماذا ترون في هذه الصورة؟ أحسنتم وأنا مثلكم أرى أن هناك أطفال يستمتعون باللعب ولكن هناك خطأ كبير قاموا به ما هذا الخطأ؟ صحيح إنهم يلعبون في الشارع وهذا المكان غير مخصص للعب ويعرضهم للخطر لننتقل إلى حل أسئلة الكتاب املأ الفراغات الآتية بما يناسبها من الصندوق الوقت الواجبات الواجبات الصالحة الجملة الأولى اختاروا الصحبة الصالحة أحسنتم الجملة الثانية ألعب فيه فراغ المناسب الوقت المناسب رائعين الجملة الثالثة لا أنشغل باللعب عن آدائي الواجبات المدرسية رائعين لننتقل إلى السؤال الثاني ضع إشارة صح أمام العبارة التي تمثل السلوك الصحيح وإشارة خطأ أمام العبارة التي تمثل السلوك الخطأ العبارة الأولى يلعب أحمد وزيد كرة القدم في الشارع هذا تصرف خاطئ الجملة الثانية تلعب علياء ألعابا حاسوبية مفيدة في وقت فراغها أحسنت يا علياء هذا تصرف صحيح الجملة الثالثة يصرخ سامر في وجه أصدقائه في أثناء اللعب خاطئ لا يجب الصراخ الجملة الرابعة يستأذن خالد والديه عندما يرغب في اللعب أحسنت يا خالد يجب علينا استئذان والدينا الجملة الأخيرة استمر علي باللعب حتى فاتته صلاة العصر هذا تصرف خاطئ لا يمكن أن يكون اللعب جميلا إذا انشغلنا عن صلاتنا والآن بعد أن تعرفت على آداب اللعب أودت منك عزيزي الالتزام بهذه الآداب لأنك طالب مميز ترجمة نانسي قنقر